موسيقى مرحبا بكم مشاهدين الكرام في هذا الموجز الرياضي الأخباري قد وصل لعب توتنهام الإنجليزي نبيل بن طالب إلى الجزائر حيث أدل بتصريح حصري ووحيد لقناة تزاير في بهو مطار هوار بومديان الدولي صبحت اليوم التصريح أخذه الزميل حسن بريوى ونسيم بوسعدي موسيقى 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 ستحصل اليوم المنتخب الوطني لكرة القدم بالمركز التقني لسيدي موسى ميرانه الأول تحسبا لمباراة سطوفينيا بملعب مصطفى تشاكير بالبليدا المعسكر التدريبي الذي يدوم ثلاثة أيام شهد اليوم اكتمال تعداد الخضر في حين ستنظم أمسية اليوم منطقة مختلطة للعبين مع وسائل الإعلام بداية من الساعة الخامسة كما سيتم تقديم القميص الجديد للخضر والذي سيرتديه اللاعبون خلال مونديال في لقائه مع قناة تزاير أوضح قائد المنتخب الوطني مجيد بوغر أن مباراة سلوفينيا ستكون محطة تحذيرية هامة لمونديال البرازيل كما تحدث قول السفير اليونساف لرعاية الأطفال عن الوافد الجديد إلى الخضر نبيل بن طالب هو لقاء جيد خاصة أننا سنلعبه على أرضنا وأمام جماهيرنا مواجهة ستسمح لنا بالتحذير جيدا للمونديال بما أن سلوفينيا منتخب محترم سيمكننا من التأقلم أكثر مع الأسلوب الأوروبي الذي يعتمد أكثر على الجانبين الفني والتكتيكي بخصوص اللاعب نبيل بن طالب فلاكيد أنه لعب جيد بما أنه يلعب أساسيا في نادي توتنهام الإنجليزي وبإمكانه تقديم الإضافة اللازمة للخضر فهو سيكون مستقبل المنتخب الوطني سأسهل اندمجه في المجموعة كما سيقوم بذلك باقي اللاعبين التصريح كان للزميل الرحيم لبوخ ستطرح يوم غد للبيع عبر أكشاكي ملعب البوليدة حوالي 30 ألف تذكرة للأنصار حيث ارتأى المجتمعون ضرورة تقليص العدد لتفادي الاكتظاد وأيضا لتفادي مفاجأة غير السارة قد تفسد فرحة الأنصار بتأهل الخضر إلى المونديال ولعلى الحدث الأهم الذي سيصاحب مواجهة الخضر مع سلوفينيا يوم الأربعاء وحضور النجم العالمي الجوهر السوداء في لي إلى الجزائر حيث سيلتحق حسب المعلومات التي بحوثتنا بملعب تشاكير في حدود الساعة الثانية زوالا لحضور المباراة المبرمجة بين أصغر الخضر ونضرائهم من البرازيل ختم هذا المجز مشاهدنا نلقاكم في موعدنا الرياضية القادمة السلام عليكم اشتركوا في القناة